انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من قاعدة بايك نور الفضائية في كازخستان في رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية ويعد المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية حيث من المفترض أن يقضي ثمانية أيام في المحطة وسيجري طاقم الرحلة ست عشرة تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية من بينها ست تجارب على متن محطة الفضاء الدولية معنى من عمان الرئيس السابق للجمعية الفلكية الأردنية الدكتور حنى صبا أهلا بك دكتور حنى معنا في برنامج المساء دكتور حنى اليوم يعني مناسبة حقيقة سعيدة على العالم العربي والعالم المتحضر والذي يسعى إلى العلوم إلى أي مدى هذه الرحلة مهمة علميا إلى أي مدى يعني هي تلهم الشباب العربي اليوم للوصول إلى أعلى طاقاته في استكشاف الفضاء باعتقادك شكرا طبعا للتذكير بداية أن هذا هو ثالث رائد فضاء عربي يعني أول رائد فضاء كان سعودية الجنسية الأمير سلطان الثاني كان سوري محمد فارس والثالث فقط هو ثالث رائد فضاء عربي وهذا بحد ذاته يعني مهم جدا لكن هو أول سيد حنى هو أول دعني أتداخل معك الفكرة هنا أنه أول رائد فضاء عربي يذهب إلى المحطة الدولية صحيح صحيح بالتأكيد نعم لأن المحطة الفضاء الدولية حديثة نسبيا يعني رائد الفضاء السوري ذهب إلى محطة مير على سبيل المثال صحيح ولم يكن هناك محطة فضائية دولية فهو أول رائد فضاء عربي يدخل المحطة الفضائية الدولية وهذا مهم جدا بالطبع من المعروف أن أي رائد فضاء لأي دولة في أي دولة هو مبعث للفخر والاعتزاز لهذه الدولة يعني هذا شيء مهم جدا فهو ملهم للشباب يعني من خبراتي الشخصية هناك دائما بعد يعني بعد أن ينهي رائد الفضاء ومهامه يبدأ ويعود إلى الأرض يبدأ بجولات في المدارس والجامعات والأندية والجمعيات ويتحدث عن تجربته الشخصية في هذا الإطار وهذا بحتلاته ملهم جدا لعامة الناس وللشباب على وش الخصوص يعني أنه مجرد معرفتهم كل تفاصيل الرحلة من ألفها إلى أيائها يساعدهم على أو يجعلهم أولا يحلمون في الفضاء بالسفر إلى الفضاء بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة ورياضيات وما إلى ذلك يعني هي طريقة مهمة جدا لتحفيز الناشئة على الولوج في هذه العلوم نحن لا نتحدث فقط نعم لكن دكتور حنة هنا يستوقفني هناك تجارب سيكون خلال ثمان أيام الرائد هزاع المنصوري هناك سيكون هناك تجارب علمية ما طبيعة التجارب العلمية هل هي سابقة أيضا أم تم تجربتها من ذي قبل طب التجارب متباينة يعني هناك دائما حتى لو كانت هناك تجارب تمت تجربتها سابقا على مثل المحطة الفضائية الدولية يتم تكرارها وإعادتها لأن هناك مثلا تجارب هندسية مثلا على سبيل مثلا كيفية نمو البلورات في ظروف انعدام الوزن هناك ممكن أيضا تجارب فيزيائية تجارب كيميائية تجارب بيولوجية والطبية على ظروف ماذا يحصل للإنسان أثناء مكثه في الفضاء بالطبع ثمانية أيام ليست بالفترة الطويلة جدا يعني في المقياس المكث الفضائي يعني هناك رواد فضاء بقوا سنة أو أكثر حتى لكن ثمانية أيام هي مهمة أيضا لقياس كل المتغيرات التي تطرأ على الجسم البشري خلال حالة انعدام الوزن كما هو الحال على متن المحطة الفضائية الدولية فبأتقاد يعني هي من ناحية هي مهمة من ناحية العلمية هناك تجارب 16 تجربة كما تحدث التقرير وأيضا هي مهمة في النهاية بعد عودة رائد الفضاء الإماراتي على خير وبالتأكيد سيقوم بمثل الجولات التي تحدثت عنها وسيحفز الطلبة وعامة الناس على موضوع العلوم عامة وعلوم الفضاء بالتحديد التي هي ما زالت في بداياتها في عالمنا العربي مع الأسف يعني طيب دكتور حنة يعني رأينا في الثمانينات كما قلت طرقنا إلى رواد الفضاء كان أول رائد فضاء هو مملكة عربية السعودية الأمير سلطان من سلمان ثم أيضا من الجمهورية السورية كان أعتقد اللواء محمد فارس أو فارس محمد هكذا يعني أتذكر واليوم هزاع المنصوري إلى أي مدى محمد فارس نعم محمد فارس إلى أي مدى تعتقد يعني اليوم نحن نعود في مسألة استكشاف الفضاء البعض يقول حقيقة يعني يقول هناك يعني هموم أكثر من مسألة الفضاء لكن أريد أن أسألك ما الأمل الذي يفتحه للشعوب للعالم للدول مسألة استكشاف الفضاء هذا شكرا هذا سؤال مهم جدا يعني البعض يتحدث أنه لدينا مشاكل ما يكفي من مشاكل على الأرض وهناك مشاكل التعليم والصحة والزراعة والبيئة هذا صحيح ولكن هؤلاء يغفلون شيء مهم جدا أنه عوائد التجارب الفضائية وعوائد علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها على الأرض مهمة جدا يعني لا علينا أن لا ننسى يعني الآن نحن نتحدث عبر الفضائيات هذه تكنولوجيا فضائية الاستشعار عن بعد استكشاف الموارد الطبيعية مراقبة البيئة والمشاكل البيئية أنظمة الإنذار المبكر في حالة حصول الكوارث كل هذه تطبيقات الاتصالات بأنواعها الخلوية حتى الإنترنت حاليا يعني كلها عبر الأقمار الصناعية فبالتالي ليست ترفن علوم الفضاء ليست ترفن على الإطلاق وكل دولار يستثمر في الفضاء يعود بعواد اقتصادية مباشرة أو لاحقا على المدى المتوسط أو البعيد يعني الموضوع ليس بهذه البساطة كل ما ينفق سيعود حتما من ناحية اقتصادية ومن ناحية ثقافية ومن ناحية علمية وتكنولوجية وبالتالي أنا برأيي مهم جدا للدول النامية ومنها الدول العربية أن تهتم بهذه العلوم ولا أن تعتبرها نوع من الترف على سبيل المثال هذا بالتأكيد ليس هو الحال طيب أخيرا على عجالة دكتور حنة تكوين شخصية رائد الفضاء هي يعني معقدة جدا لأنه حظى بتعليم مختلف ووظيفة مختلفة علوم مختلفة كيف يعني ننشئ أطفالنا على أن يكونوا رواد فضاء أو مبدعين مستقبلا باختصار سؤال مهم جدا بداية يعني رواد الفضاء يأتون من خلفيات مختلفة من ناحية التخصص يعني لكن في النهاية يتعرضون لتدريب متشابه سواء فيزيولوجيا جسديا ونفسيا وغيرها فهناك منهم مهندسين هناك منهم طيارين هناك منهم علماء إلى آخرين هنا هي خلطة في الحقيقة لكن التدريب متشابه هذا أولا علينا أن نبدأ أن نجعل الأطفال يحلمون أن يفكروا في الفضاء يعني صحيح أقدامهم على الأرض ولكن عقولهم في السماء في الفضاء إن أنشأنا جيلا مثل هذا فإننا نضمن أنه سيهتم بهذه العلوم وسيهتم بالفضاء وبالمستقبل فالفضاء هو المستقبل شيئنا ما بينه يعني علينا أن نجعلهم يحلمون وأن نقول لهم بأن الفضاء ليس ملكا لنا لا أبدا الفضاء هو ملك البشرية جمعاء وعلينا أن نستثمره ونستفيد منه إلى أقصى الحدود أشكرك كان معي من عمان الرئيس السابق لجمعية الفلكية الأردنية الدكتور حنى صابات شكرا جزيلا